الضب الضب أحد أفراد عائلة العظايا المنتمية إلى رطبة السحالي ذوات الدم البارد تتنوع الضبان وتختلف ألوانها من منطقة لأخرى إلا أنها تشترك في توفرها على رأس مثلث عريض وعلى فكين قويين وذيل طويل نسبيا مزود بحلقات شوكية تستخدمه للدفاع عن نفسها يعيش الضب في البيئات المستوية الصلبة ذات المناخ الصحراوي الحار والجاف في مثل هذه الأوساط المفتوحة تقوم الضبان بحفر جحورها موجهة فتحاتها في اتجاه الشروق ذلك لأن هذا الزاحف يحتاج في بداية يومه إلى أشعة الشمس لتسخين جسمه ككل الزواحف يعتبر الضب من الحيوانات متغيرة الحرارة فحرارة أجسامها تتغير بتغير حرارة البيئة المحيطة بها عندما يقرر الضب الخروج صباحا يخرج رأسه من الجحر ويعرضه لأشعة الشمس ويرفعه إلى الأعلى حتى يسمح بتعريض أكبر جزء من صدره للأشعة ولرفع حرارة جسمه يلجأ الضب أحيانا إلى اعتلاء الصخور وملامستها ببطنه الضب حيوان نباتي التغذية يعتمد في غذائه أساسا على البزور والأوراق والظهور لكنه قد يأكل بعض الحشرات والمفصليات كالخنافس والنمل والجراد والذباب ولا يشرب الضب إلا ناذرا فهو يستفيد من العصارات الموجودة داخل العناصر النباتية والحيوانية التي يتناولها ولا يأكل النبتة حين يجدها بل يأخذ منها قدمات صغيرة فينتقل إلى نبتة أخرى عندما تصل درجة الحرارة ما بين 36 و38 درجة مئوية يكون الضب في غاية نشاطه فيقضي أكبر مدة خارج غاره أما عندما تهبط إلى نحو 20 درجة يلزم جحرة ليدخل مرحلة السبات الشتوي طيلة فصل الشتاء البارد ترجمة نانسي قنقر